بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله رب العالمين جعل الصلاة كتابا موقوطا على المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله فإن قُبلت قُبل سائر عمله وإن رُدَّت رُدَّ سائر عمله هي وصيَّة النبي صلى الله عليه وسلم لأمَّته حين خُروجه من الدنيا فقد كان صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وهو يقول الصلاة الصلاة وما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى ثَقُلَ بِهِ لِسَانُهُ صلى الله عليه وسلم وهي قُرَّةُ عَيْنِهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا قال صلى الله عليه وسلم حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُّنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ قال الله سبحانه وتعالى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَحْفَظُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى قِيمَةِ الْإِسْلَامِ عِندَ الْعَبْدِ فَانْظُرْ إِلَى قِيمَةِ الصَّلَاةِ عِندَهُ فهي الدالة على إيمان العبد قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من حفظها وحافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف قال العلماء رحمهم الله ووجه حشره مع هؤلاء الكفرة أنه إن اشتغل عن الصلاة بملكه فإنه يحشر مع فرعون وإن اشتغل عنها بوزارته حشر مع هامان وإن اشتغل عنها بماله حشر مع قارون وإن اشتغل عنها بتجارته وبيعه وشرائه حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة اتقوا الله عباد الله أحافظوا على صلاتكم قال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الصلاة أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة قال الإمام أحمد رحمه الله كل شيء فقد آخره لم يبق منه شيء فلا دين لمن لا يصلي فحافظوا على صلاتكم وأدوها كما أمركم الله سبحانه وتعالى لا كما تريدون أنتم حافظوا عليها بأدائها كما أمركم الله ورسوله بشروطها وأركانها وواجباتها وما تستطيعون من سننها مع الخشوع فيها لله سبحانه وتعالى هذه هي الصلاة القائمة وأما شكل الصلاة من غير إقامة لها فلا تفيد صاحبها شيئا ومن شروط صحة الصلاة صلاتها في الوقت الذي حدده الله لها وليس الوقت الذي تختاره أنت فالله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة في أوقات معينة لا يقبلها الله إلا فيها وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأوقات في أن صلاة الفجر عند طلوع الفجر الثاني وأن صلاة الظهر بعد جوال الشمس وأن صلاة العصر حينما يتساوى الشيء وظله يتساوى الشيء القائم مع ظله يدخل وقت العصر ووقت صلاة المغرب عند غروب الشمس ووقت العشاء عند مغيب الشفق الأحمر هذه المواقيت بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمّته ومنها وهذه المواقيت شرط لقبول الصلاة وصحّتها فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي كالمسافر الذي يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما لأجل السفر تسهيلًا عنه وكالمريض الذي يحتاج إلى الجمع ويلزمه بتركه مشقّة فإنه يجمع بين الصلاتين تخفيفًا عنه وكالمطر في حالة الحضر بين المغرب والعشاء يجمع بينهما لأجل المطر والمراد المطر الذي يبلُّ الثياب ويرطبها ويشُق على الناس في طريقهم إلى المسجد ذهابًا وإيابًا فإنهم حينئذ يجمعون بين المغرب والعشاء تخفيفًا عنهم لثبوت السنة بذلك ولكن يتلاعب كثيرٌ من الأئمة اليوم خصوصًا الجُهَّال والكُسالة الذين يُريدون أن يذهبوا هنا وهناك أو ينشغلوا بأشغالهم فإذا رأوا رأوا الغيم مُجرَّد الغيم على السماء يجمعون أو رأوا رذاذًا من المطر رذاذًا خفيفًا فإنهم يجمعون وفعلهم هذا باطل ولا تصحُّوا معه الصلاة لأنهم أخرجوها عن وقتها من غير عذرٍ شرعي ويجب على جماعة المسجد أن يمنع هذا الإمام من هذا التلاعُب والعبث وقد كثر هذا في زماننا بل بلغنا أن بعضهم يجمع ويقصر يقصر العشاء ركعتين ظنًا منه أن من جاز له الجمع جاز له القصر وهذا لجهلهم وتفريطهم وعدم المسؤولية من القائمين على المساجد فالواجب منع هؤلاء من التلاعُب بالصلاة أو استبدالهم بغيرهم ممن يُقيمون الصلاة ويُؤدُّون الأمانة تقول الله عباد الله حافِظُوا على صلواتكم فإنها هي الرُّكن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا يُقبَلُوا منكم عمل إذا لم تُقيمُوا الصلاة كما أمرَكم الله سبحانه وتعالى هي تنهى عن الفحشاء والمنكر فالذي يُحافِظ على الصلاة فإنه تنهاه صلاته عن الفحشاء وتنهاه عن المنكر والذي يتساهل في الصلاة ويفرِّط فيها فإنه لا يُبالِ بالفحشاء والمنكر والشهوات المُحرَّمة والصلاة لها قيمةٌ عظيمة في الإسلام وفيها ذكر الله الله جل وعلا قال ولذكر الله أكبر ذكر الله في الصلاة أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر فهي عبادةٌ عظيمة لا يتساهل فيها أو يُفرِّط فيها من في قلبه إيمان وقد كثر التساهل بالصلاة في هذه الأوقات الصلاة لها فضائل عظيمة يُكفِّر الله بها السيئات قال الله جل وعلا وقال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزُلفًا من الليل إن الحسنات يُذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفَّارةٌ لما بينهن إذا اجتُنِبَت الكبائر فهذا فضلٌ عظيم لمن حافظ على صلاته وأدَّاهَ كما أمره الله المشيُّ إليها عبادة وكثرة الخطى إلى الصلاة فيها أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسيئات يُكتَبُ له بكل خطوةٍ يخطوها إلى المسجد حسنة وتُكفَّر عنه بها سيئة إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ أي مشيهم إلى المساجد وإذا جلس المسلم في المسجد ينتظر الصلاة فإنه يكون في صلاة وله أجر المصلي وهو جالس والملائكة تستغفر له ما لم يُؤذِي أو يُحدِث تقول اللهم اغفِر له اللهم ارحمه وهذا فضلٌ عظيم لهذه الصلاة العظيمة التي جعلها الله في اليوم والليلة في أوقاتٍ مُناسبة لا تُسْغِل الإنسان وتمنعه من طلب الرزق أو من أشغاله بل هي تُعينه تُعينه على مشاق الحياة وعلى جلب الرزق قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين واستعانوا بها على المصائب استعانوا بها على المشاق كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة وقال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرتاح من هموم الدنيا ويُقبل على الله سبحانه وتعالى وتحطُّ عنه أثقال كثيرة هذه هي الصلاة ليست الصلاة مجرد عادة أو تقليد إنها عبادة عظيمة لله أنت محتاج إليها أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب فكيف تفرِّط فيها هذا من الحرمان فإن ميزان الصلاة قلَّ أو خفَّ عند كثيرٍ من الناس اليوم ولا حول ولا قوَّة إلا بالله وربما يقول بعضهم الدين ليس بالصلاة الدين في القلب نقول له لو كان في القلب دين لا اهتممت بالصلاة فمن علامة وجود الإيمان في القلب أن تحافظ على الصلاة لأنها من سمات المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنون فلا يحافظ عليها إلا أهل الإيمان وأما الذي يضيِّعها أو يتهاوًا بها فليس من أهل الإيمان بل هو من أهل الإضاعة والخذلان ولا حول ولا قوَّة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله محده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس تقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على صلاتكم وعلى سائر دينكم فإنه هو رأس مالكم الذي تلقون الله جل وعلا به يوم القيامة وتنجون به من النار وتدخلون به الجنة والله سبحانه وتعالى حذر من إضاعة الصلاة فقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّ إلا من تاب إلا من تاب وعمل صالحًا وقال سبحانه وتعالى فويلٌ للمصلِّين الذين هم عن صلاتهم ساهون سمّاهم مصلِّين لكن لما كانوا يصلون في غير الوقت توعدهم بالويل وأخبر أنهم ساهون عن صلاتهم فإضاعة الصلاة والسهو عنها معناه إخراجها عن وقتها من غير عذرٍ شرعي فلا تُقبل حينئذن فقد أضاعها من يفعل هذه الأفعال ويتشاغل عنها من الناس من يحتجُّ بالنوم يسهر الليل ولا يُبالِي بالصلاة هينام ويقول متى يقول متى ما استيقظت وصلي ليس الأمر في ليس الأمر بيدك الأمر بيد الله سبحانه وتعالى الصلاة الصلاة إنما تكون في الوقت ولا تُقبل في غيره لا تُقبل في غير الوقت من غير عذرٍ شرعي وليس النوم عذراً شرعياً لكل أحد إنما النوم الذي يغلب على الإنسان وهو حريصٌ على القيام للصلاة ولكن يغلب عليه بعض الأحيان فهذا عذر أما الذي يتعمد النوم يقول متى ما قمت بعضهم لا يُصلي إلا إذا أراد أن يذهب إلى الوظيفة إذا أراد أن يذهب إلى وظيفته بعد الشمس هذا لا تُقبل صلاته الواجب أن يقوم في الوقت ويُصلي مع المسلمين في المساجد ثم يعود إلى نومه ولا يُضيِّع الصلاة على حسب هواه ما هو المقصود أن يُصلي الصلاة الشكلية في أي وقت مقصودًا يُصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى فإذا أخرج الصلاة عن وقتها متعمدًا لم تُقبل منه صلاته ولا تصح منه صلاته فهو لم يُصلي فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا وبإمكان من يخشى من غلبة النوم أن يعمل الوسائل التي توقظه للصلاة وهي كثيرة أولًا أن يعزم على القيام فإذا عزم على ذلك أعانه الله إذا عود نفسه على القيام أعانه الله سبحانه وتعالى أن يَجْعَلْ عِنْدَهُ مُنَبِّهًا يُوقِضُهُ للصلاة وهذا مُيَسَّرُ والحمد لله أن يُوصِي مَنْ يُوقِضُهُ مِنْ مَنْ حَوْلَهُ همَّا أن يُفَرِّطُ ويَقُلْ مِتَمَا إِسْتَيْقَلْتُ أُصَلِّي هذا مُضَيِّع للصلاة وساهٍ عن الصلاة ومُتَوَعَدٌ بِالْغَيْءٍ وَالْوَيْلِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تقول الله عباد الله حافظوا على صلاتكم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل بدعةٍ ظلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النار إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضَّ اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وأذلَّ الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمِنًا مُستقِرًّا وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم كُفَّ عنا عُدوان المُعتَدين وظُلْمَ الظَّالِمين وجورَ الجائرين اللهم كُفَّ عنا بأساً الذين كفروا فأنت أشدُّ بأساً وأشدُّ تنكيلًا اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ أو أذى فأشغله بنفسه واصرف عنا كيده واجعل تدميره في تدبيره وأدر عليه دائرة السوء وأنزل به بأسك الذي لا يُردُّ عن القوم المُجرِمين اللهم أصلِحوا لات أمورنا واجعلهم هُداةً مُهتَدين غير ظالِّين ولا مُظلِّين اللهم أصلِح بطانتهم وارزُقهم الجُلساء الصالحين الناصحين اللهم انصُر بهم دينك واحفظ بهم أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا ولا تُسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله